طيب دكتور ووضح انه يعني اللوب بالموضوع هو فكرة نمط الشخصية طبعا نمط الشخصية ده بيتحدد ازاي نمط الشخصية هل هو متعلق بشكل اساسي بالتربية ام نمط الشخصية ده بيكون شيء وراثي او شيء متعلق بالجينز يعني ايه نمط الشخصية ده بيحدد على اي اساس طيب في جزء جيناتك لا يمكن ان نخفله تماما يعني فيه بيبي جديد جي انا عملت معاه كل التنشيئة الاجتماعية المتطلبة هو برضو عنده مشكلة في الشخصية بتاعته هل نسمع حد بيقول زي ما حدريك قلت بالزبط لو اتنين اخوات ده عصبي بس ده هادي مثلا شوية ده ميل اكتر للانطواء وده اجتماعي اكتر مع انه ممكن تكون نفس التربية وخارجين من نفس البيت مظبوطان اقولك مثلا ازاي ايه طفل عصبي اللي هو عنده طفل السلوكية هو مش عرفه عصبي ليه كده ووشه ممكن يحمره بشكل كبير وممكن يخبه طوصه في الارض انه بطل غضب من الدرجة الثالثة ضحيك الام عصبية فخادر كرتزول عبر المشيمة اثناء وهو بيبي في بطن موالدته فطلع عن طفل السلوكية فمضايش جيناتك بحد فتلاقي واحد طلع شخصية جريئة فطلع الاب والام وحد شخصية خجولة برضو طلع الاب والام هي كروموسومات فاني اقوى فيهم فحد ده يطلع زي حد وزي الاب والتاني يطلع زي الام حارج بتكلم عن الشخصيات انا بفتكر في فترات المراقع انا شفت شباب زي الفل ومطربيين من بيوت زي الفل واتجهوا للمخدرات وشفت شباب اه كان في مشاكل عندهم فاتجهوا يعني اقول ده ماشي لكن التاني ده ازاي برضو الموضوع مش مفهومي دكتوري احنا قلنا جيناتك كواس هنخش بقى في فكرة تنشئ الاجتماعي لو احنا دلوقتي بنقول اللي اعتدال تمام اعتدال ده ان انا اكون ابني ما بيخافش يقولي يعني فيه فرق بين السر حلو والسر الوحش السر حلو انا اتحكي لي كل حاجة فلو كان رد فعلي عضويني جدا مع ابني مش هيجي يحكي اي حاجة تاني انا عرفت بنت البنت انا عرفت ولد اي حاجة ايا تكون الكارثة اللي حصلت رد فعلك هو اللي هيحدد ابنك هيحكيه لك ولا لا فاذا انا هنوصل للسر الوحش هو يخاف يحكي وفيه حاجة اسمها الكذب مقاومة السلطة هو خايف من عقاب بابا وماما او بجذب لجذب الانتباه عشان انا حزب الاهمال فتعال نقول هو لين جذب لمخدرات واحد كان فيه غفلة كان فيه وقت فرق طويل كان بيقضيه مع صحابه فالاب والقوم كانوا مشغولين طيب النمط الشخصية بتاعه ده من بنقول من هم صغيرين بيبانوا سهل الطبعة يروح يكون علاقات كويسة ويكون اجتماعي وفيه ناشيط الطبعة يكون قيادة في المدرسة صعب الطبعة انا عايز اروح روحوني وعيات شديد يجبر شوية اجا لاقي شخصيتي المستسلم اللي هو ايه لا مش قادر احاول مش قادر فلازم تساعديني في كل حاجة او شخصيتي الهاوي شخصيتي الهاوي اللي ما بيجبر شوية بنتشوفها بعد كده في الشغل العملي المتردد دائما اللي انت ممكن تعمله غسيل مخ بكل بساطة برم ماب جديدة طرف تشكله سلوكياته واتجاهاته وفيه الشخصية المنظبطة هي عارفة هي عايزة ايه تحط الطبك اللي هي عايزة عندها موديفيشن هي تعمله فده انماط شخصية هو اللي بيحدده ايه اللي بيحدده ازاي بتعامل مع ابني يعني انا دايما وهو صغير كنت بجبره على كل حاجة مفيش اختيارات فيه دايما مقارنات بابا وماما مختلفين في التربية انا دايما كنت بقصو عليه بشدة كنت بدلله فيه حلم الابوين لازم تعمل انا بقولك عليه عمري ما مدحته دايما بعقبه وعقاب شديد ما لهوش علاقة بالفعل اللي هو عمله بديله جمل سم او كلام مش لطيف قدام الناس مش بديله الحرية الكاملة مفيش الحوار ستوب لو ده حصل حتى جيناتك مع شخصية جريئة تأكد ان هو فترة المراقة هيتبنى السلوك الخاطئ ويعمل حاجة غير طبعية لو كان من الشخصات الخجولة فانت بتقلل سقطه بنفسه وتأكد ان هو هينصاع لجماعة اصدقائه عشان يعيش في عالم افتراضي غير حقيقي يكون النفسه كونفرزون او صيفتي جديد فيبدأ يتخيل بقى انا بعمل كذا انا بضرب كذا فيبدأ يسمع اصحابه فيبدأ يجرب فيبدأ يستمتع بدا فيبدأ الموضوع السلوك اصبح عادة فاصبح شخصي فللأسف هو لازم اللي بيحدد نمط السلوك التربية اشتركوا في القناة